مرحبا يا أصدقائي اليوم لدينا مرحبا ارجوك اجتماعك طلاب الصفحة الخامس ابتدائي افتح كتابك كتاب الماث صفحة 22 درسنا اليوم سهل مكلم في عن ملتبلايين درب رقمين في رقمين درب رقمين في رقمين درب رقمين في رقمين الوحدة الثانية الدرس الثاني افتح كتابك صفحة 22 افتح كتابك صفحة 22 افتح كتابك كتابك 22 قبل ما نبدأ مع بعض خلينا نتفرج على فيديو شرحة بسيط جدا عمالية الدرب العالمين في الرقمين مع mereka قبل المنزوه افتح كتابك نقم ملت بتوock نقم ملتبال two digit number by two digit number get 10 Put down the 0 and carry the 1 now multiply the tens digit of the top number with the ones on the bottom number that is 5 multiplied by 1 is equal to 5 add 1 to 5 we get 6 we have finished multiplying the top number with the ones of the bottom number the product of multiplying the first digit was placed on the first line the product of multiplying the second digit will go on the second line step 2 multiply by tens the second number to multiply is 2 which is in the tens place or 20 take the 0 from the 20 and place it on the second line now multiply by 2 2 multiplied by 2 is 4 put down the 4 next multiply by 1 we get 2 it is very important to keep your numbers in a straight line step 3 add add the two products that is 60 plus 240 we get 300 0 plus 0 is 0 6 plus 4 is 10 put down the zero carry the 1 now add 1 plus 2 and we get 3 so 12 multiplied by 25 is equal to 300 are you ready? ok now after finishing this video today let's start the first step ok how to multiply two digit numbers well study the following example to know how to multiply a two digit number by another two digit number example one well study the first one well study the second one well study the second one well study the second one primary school is formed of 19 classes of 42 pupils each calculate the total number of the pupils calculate the total number of the pupils calculate the total number of the pupils or 45 by 19 let's look at method one the number of the pupils equal 19 by 45 let's start with some of the short 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 line up the two digit numbers 1 5 by 19 45 by 19 45 9 ضرب 5 كام ممتازين 45 هكتب ايه هكتب الخمسة بس طيب الاربعة وش هسوي فيها carry up 4 هنكتب الخمسة وبعدين carry up 4 carry up يعني نخليها فوق عولات هنكتبها فين فوق الاربعة بالزبط خلاص يبقى 45 كتبت الخمسة اللي هي البداية بتاعتي وخليت الفور ايه 45 خطوة تاني 9 by 4 9 ضرب 4 كام ممتازين 36 طيب لحنضيف عليهم الفور 36 زائد 4 كام 40 ممتازين يبقى 30 6 plus 4 equal ممتازين 40 خطوة اللي بعد كده هنعمل plus زائد ونبدأ ناخد خانة التانية او الرقم الثاني ونعمل نفس اللي سوينا مع الرقم الاول 9 9 by 5 1 1 by 5 الواحد ضرب الخمسة كام؟ في خطوة نسيينها ها ممتازين في واحد كده نبهني ليها ممتاز 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 لازم نضع الصفر المدمر عارفين الصفر المدمر؟ آه زيرو ليه بنقول عليه صفر مدمر؟ آه علشان هو بيدمر المسألة اللي هو ما سويناها صح لاني لازم ارتب الأرقام تحت بعضها يبقى اول شيء بنضع الصفر لازم قبل ما سوى اي شيء خطوة الثانية 1 by 5 ممتاز 5 1 by 4 صح 4 خلاص طلعت كده الرقم عندي لاحظت ان انا كتبت الأرقام كلها تحت بعضها ما هيغير الترتيب والأرقام خلي مسافة عشان تقدر ان انت تحلها مع بعض خلاص عشان لما تجي تجي تجمع ما يحصل عندك أخطاء طيب 5 plus 0 5 زائد 0 كام؟ ممتازين 5 طيب 0 زائد 5 كام؟ ممتازين 5 مرة ثانية 4 plus 4 8 يبقى حاصل الضرب اللي عندي 45 by 19 equal 855 اوكي هل هذا ممتازين؟ الآن نعلم كيف تستخدمين 2 ديجت خلينا نروح كي على المسألة الثانية مع بعض مثال 2 لان افضل 2 ديجت برضو اول شيء بالرقم الأرقام ورا بعضها نموذر الثاني 25 by 16 الخطوة الأولى اه ممتازين multiply the ones 6 by 5 30 ممتاز اول شيء بننزل ايه؟ 0 put 0 بعدين 3 وين نسويها؟ فوق صح ممتاز put 3 طيب خطوة الثانية 6 by 2 12 and 3 نضيف 12 زائد 3 اللي فوقها ده ما ننساها كام 12 plus 3 15 ممتاز خلاص 15 بعدين plus أول خطوة هعملها أجاب المضرب الرقم الثاني وش هسوي؟ ممتاز ننزل 0 المدمر 0 constructive 0 it's destructive 0 طيب ونبدأ نضرب عادي 1 by 5 5 1 by 2 2 سهلا خلاص طيب أبدأ أجمع عادي عملية الجمع عادي عندي 0 plus 0 ممتاز 0 5 plus 5 10 أو هنزل 0 وأخلي 1 carry up 1 أخلي فوق ال 1 هنا أكتبه هنا بالزبط 1 plus 1 2 and 2 4 ممتاز سأل ولا صعبة نقدر نسوي أي سؤال بعد كده أتوقع يعني هنمشي على نفس الخطوات ونبدأ نحل خليها نبدأ نحل الأسئلة مع بعض اللي في كتابة get ready this is on page 24 صفحة 24 سؤال الأول question 1 28 by 41 28 by 41 ها مين يساعدني أول مسألة 1 by 8 ممتاز 8 1 by 2 ممتاز 2 ما فيها أي شيء سهل أمر طيب خطوة الثالثة ممتاز plus plus خلاص الصفر المدم الرائع كويس إنك تتذكر دايما تضع الصفر المدم نضع تحت أول خانة تحت الثمانية خلاص طيب الخطوة الثانية 4 by 8 أربعة ضرب ثمانية ها مين يتذكرها ممتاز 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 32 32 32 32 هنكتب إيه ونرفع إيه ممتاز هنكتب 11 رائع هنبدأ نجمع مع بعض 8 plus 0 8 2 plus 2 كام 4 ممتاز طيب الواحد طبعا ما فيها إضافة بتنزل لنفس ماهي وال1 بتنزل لنفس ماهي صارت كام 1148 هذي إجابة السؤال الأول جاهزين نروح على السؤال الثاني حسنا نبدأ السؤال الثاني طيب نبدأ مع بعض في سؤال الثاني مكملين مع بعض في سؤال الثاني سؤال الثاني رقم 32 باي 75 حسنا هل تستطيع 5 باي 2 10 5 باي 2 10 0 and carry up 1 ممتاز 5 باي 3 15 and 1 16 ممتاز طيب بلاس السفر المدمر ما ننسى أول شي بحطه 0 طيب 7 هبدأ هنا 7 هعملها ضرب مع الاثنين وبعدين ضرب مع الثلاث 7 باي 2 14 ممتاز and carry up 1 1 موجود طيب 7 7 by 3 21 and 1 ممتاز 22 22 22 هنبدأ نجمعهم عادي 0 plus 0 0 6 plus 4 10 برضو put 0 and carry up 1 الوان اخليه هنا فوق الوان 1 and 1 2 and 2 4 بعدين 2 تنزل نفس ماهي كيفية total number هو 2400 ممتاز طيب باجي أسئلة معنا question number 3 سؤال الثالث 85 by 16 ok 6 by 5 cam 30 0 and carry up 3 ممتاز 6 by 4 6 ضرب الثمانية فكر جذول الثمانية أو جذول الستة لو أنت حافظ ها من حافظ معاي ممتاز 48 طب هنضيف عليها ايه يا أولاد 3 هنضيف عليها ثلاثة يبقى كام ممتاز 51 48 زائد ثلاثة بتصير 51 زائد ما ننسى 0 اللي ايه مدمر 0 1 by 5 5 1 by 8 8 بتنزل نفس ماهي بعد كده بنعمل plus زائد 0 زائد 0 0 0 plus 0 0 1 plus 5 6 5 plus 8 ممتاز 13 يبقى الناتج عندي كام 1316 خلاص سهل ولا صعب هدرين تحلوا كده لحالك طيب خلينا كده ناخد اخر مسال عندنا question 4 سؤال الرابع 43 multiply by 35 35 اه ارقام كبيرة شوية المرات خلينا نجرب اه اول شيء الخطوة الاولى ممتاز مع بعض يلا 5 plus 3 كام ممتاز 15 5 and carry up 1 5 by 4 20 and 1 20 and 1 كام 21 ممتاز طيب نبدأ نسوي الخطوة الثانية plus زائد سفر الايه مدمر حفظنا خلاص ممتاز طيب 3 by 3 كام 9 ممتاز 3 by 4 كام ممتازين 12 12 ونبدأ نسوي المرحلة الأخيرة plus نجمع الأقام مع بعض 5 plus 0 5 1 plus 8 plus 9 10 نعمل 0 وبردو carry up 1 نشيل الوخر الواحد فوق 1 and 2 3 and 2 3 and 2 5 ممتاز آخر شي بننزل بال1 نفسه ما يهو بكذا وصلنا نهاية درسنا اليوم أتمنى أنت تكون استفدت شيء وإن شاء الله بنلتقي في فيديوهات مرة ثانية في درسي مات آخر thank you for watching till we meet again good boy